أعلنت الحكومة التونسية عن إجراءات جديدة للتصديل تفشي فيروس كورونا والحد من الإصابات منها حجر صحي شامل لمدة أسبوع وذلك ابتداء من منتصف ليلة السبت وحد رئيس الحكومة التونسية هشام الماشيشي خلال ندوة صحفية من مغبة انهيار المؤسسات الصحية التي أوشقت على ذلك وهو ما وصفه بالخطر الذي يخيفنا خاصة عند رؤية أطباء على حافة الانهيار العصبي وأكد أن تونس تواجه أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال على مر تاريخها وأكد أن فرض هذا الإجراء أمنته ضرورة حماية الأرواح البشرية في ظل تفشي فيروس كورونا معتبرا أن تسجيل معدل وفيات يقدر بمئة حالة وفاة يوميا أمر محزن جدا وأبرز أن وصول تونس لهذا الوضع الوباء المتدهور كان جراء أعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي وبحسب وزارة الصحة التونسية فقد ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 11208 عقبة تسجيل 86 وفاة الخميس الماضي كما أعلنت الوزارة أن 2684 مصابا يوجدون حاليا في المستشفيات 508 منهم في العناية المركزة و152 تحت التنفس الاصطناعي محمود القلعي إنفاند كاتخ تونس